موسيقى أهلا بكم إلى لقاء جديد وبرنامج بيتنا اليوم رح نحكي في موضوع كتير مهم وهو حساسية الطعام عند الأطفال كتير من الأطفال الرضع بتتفاجأ الأم أنهم متحسسين من طعام معين وخصوصا من الحليب وأيضا هناك بعض الأطعمة المختلفة التي يتحسس منها الطفل في أعوامه الأولى وما في أفضل من استشاري واحد من اتنين موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة يكون ضيفنا اليوم يحكي معنا في هذا الموضوع ويوضح لنا هذا الملف إيش حيثياته وكيف الأم تتغلب على هاي المشكلة اسمحولي أرحب بالدكتور الاستشاري باسل نصر الله استشاري طب الأطفال والحساسية في مستشفى الإمارات التخصصي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك وشرفتونا في المستشفى وشرفتونا في العيادة يسعدني اليوم أني أعمل اللقاء معاك وأحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو الحساسية وخاصة الحساسية الغذائية عند الأطفال طب دكتور باسل أول شي انت اخترت تخصص الحساسية وكمان احنا بيشغل بالنا أنه هل الحساسية خصوصا حساسية التعامة عند الأطفال شيء جديد في الحياة ولا هو موجود من زمان ولا زاد في الوقت الحالي الحساسية طول عمرها موجودة إذا نقرأ كتب الطب القديمة حتى ما قبل الميلاد كتب أفلاطون وآرسترو والفلاسفة ذكروا فيها عن موضوع الحساسية فأي موجودة لكن فيه ازدياد بأمراض الحساسية بشكل عام وخاصة بالحساسية الغذائية ليش الأسباب؟ أسباب ممكن نلخصها بمجموعة نظريات أهمها نظرية النظافة وجدوا أنه النظافة الزايدة اللي بتتبعها الأمهات خاصة الأمهات الموسوسات شوي بينضفوا كل إشي بيغسلوا الإشي ثلاث أربع مرات بيستخدموا مواد كيموية لتعقيم وتنظيف الأكل وتنظيف البيئة لحوالين الطفل هذا ما بيساعد الطفل على بناء جهاز مناعي قوي ما بيساعد الطفل أنه يتعرض لأنواع البكتيريا والفيروسات المفيدة اللي تعتبر جزء من تركيبة جسم الإنسان فإذا ما تعرض لهاي البكتيريا أو الفيروسات النافعة بيصير عنده خلل في جهاز المناعي ولا يستطيع أنه يكون جهاز مناعي متطور ويزيد من فرص احتمال الإصابة بأمراض الحساسية هاي النظرية الأولى فيه نظريات تانية اللي هي أو أسباب تانية اللي أهمها استعمال المضادات الحيوية اللي منشوفها لأيامها هي منتشرة بكثرة الأم الطفل صابه شوية حرارة بتروح من غير استشارة الطبيب أو الصيدلية وبطاعة الطفلها مضاد حيوي المضاد الحيوي مش بسبق تل البكتيريا النافعة الضارة برضو بقتل البكتيريا النافعة اللي حكينا لها دور كبير في عملية تطور الجهاز المناعي وقدرة الجهاز المناعي على التعرف على الأمور على إنها غير ضارة وعدم تكوين أجسام مضادة وعدم تحسس من هاي المواد أسباب الثالثة وجدوا بالدراسات الولادة القيصرية الولادة القيصرية تحرم الطفل من أنه يأخذ حقه كامل بالمرور من خلال قناة الولادة عنده الأم والتعرض للإفرازات الأم المهمة اللي فيها البكتيريا كمان النافعة اللي بتساعده على تكوين جهاز المناعي فالأطفال اللي بنولده قيصريا قبل أوانهم بكونوا عرضة أكثر لأن الأطفال الآخرين اللي بنولده ورادة طبيعية للإصابة بالأمراض الحساسية دكتور غير العوامل المختلفة اللي أدت إلى زيادة الحساسية مهم كتير أنه نعرف إيش هي حساسية الطعام والفرق بين حساسية الطعام والتحمل الغذائي الحساسية الطعام هي أنه جهاز المناعة عند الطفل يكون أجسام مضادة بسبب تهيجه نتيجة دخول الطعام الغير مرغوب فيه المسبب للحساسية إذن بدخل الطعام على الجسم الجسم بتعرف على هذا الطعام على أنه جسم غريب ينتج عنه مضادات حيوية تهاجم الطعام وتهاجم جسم الإنسان وينتج عنه أعراض الحساسية زي انتفاخ في الشفاء وتورم في العينين وجع في البطن تقيو وإراش الطفح جلدي ضيق في النفس صفير بالصدر هاي كلها نتيجة أنه جهاز المناعة تهيج وصار فيه اكتيفيشن بينما موضوع عدم التحمل الغذائي هو موضوع مختلف ما فيه تهيج أو تحفيز لجهاز المناعة أبدا بوكل الطفل الغذاء ما بيستطيع جسم الطفل أن يهضمه فقط عملية عسر هضم ونحكي عن السؤال اللي بيدور في ذهن كتير من المتابعات متى تبدأ الحساسية عند الأطفال؟ الحساسية عند الأطفال في عندها عامل جيني مهيئ يسبب الحساسية فنجد أن الأطفال اللي عندهم بالسيرة الذاتية عامل وراثي بالعائلة أمراض حساسية سواء حساسية غذائية ربو أكزيما فبكون من أول ما ينولدوا مهيئين عندهم الجينات جاهزة أنه يصير عندهم أمراض حساسية فقد تحدث الحساسية من الأشهر الأولى من بعد الولادة وأشهر أنواع الحساسية الغذائية اللي بيبلش بعد الولادة هو الحساسية ضد الحليب البقري لكن بنلاحظ دكتور أن بعض الأطفال يتم إصابتهم بالحساسية من الحليب حتى لو كانوا بيرضعوا رضاعة طبيعية الآن الطفل عنده حساسية بتكون سواء بيرضع طبيعة أو لا بيكون هو مصاب بالحساسية لكن لأنه الأم بتردعه طبيعي الأعراض الحساسية ليس ظاهرة لأنه حليب الأم لا يحسس أبدا بس شو بيصير تيجي الأم تشير تشرب حليب بقري توكل أجبان لبنة منتجات الحليب البقري المختلفة هذا لما تأخذه أجزاء من هاي البروتينات المحسسة للطفل بتروح عن طريق حليب الأم بأخذها الطفل بالرضاعة وتبلش أعراض الحساسية تظهر عند الطفل طبعا الأعراض ما بتكون بشدة أعراض الحساسية لو أعطينا الطفل الحليب البقري مباشرة لأنه جاي من حليب الأم فالكمية البروتينات المحسسة بتكون أقل طيب أبرز الأطعمة اللي ممكن يتحسس منها الطفل سواء أخذها بشكل مباشر أو عن طريق الأطعمة اللي بتتناولها الأم أثناء مرحلة الرضاعة الطبيعية في عنا الثمن أكلات مشهورة بتسبب الحساسية عند الأطفال أشهرها الحليب البقري البيض وخاصة بياض البيض القمح المكسرات بأنواح المختلفة وأخص هنا الفول السوداني أكتر إشي الأسماك والمأكلات البحرية ومنضيف لهم الصوية الصوية مش كثير يعني ناخدها كثير إحنا ببلادنا بس في بلاد بيستعملوها كثير بالأغذية هذول التمن أكلات اللي بيسببوا 90% من أمراض الحساسية عند الأطفال دكتور مهم كثير أنه تنبه المشاهدين لموضوع الأطعمة الخفية أو المكونات الخفية في الأطعمة يعني حضرتك تقول الفول السوداني يمكن إذا الأم ما شافت الولد بيأكل الفول السوداني بعينيها تفكر أنه مش موجود في مكونات أخرى في حين ممكن يكون زبدة الفول السوداني مكون في الحلويات مثلاً حلو نركز على هذا الموضوع صح هذا موضوع مهم جداً أنه الأهلين تبهولوا اللي عندهم أطفال متحسسين للأغذية لما الطفل يكون متحسس لبعض أنواع الأغذية خاصة الحليب والبيض والفول السوداني اللي بتدخل في الأطعمة الأخرى يعني مش أنه متحسس من الحليب أنه بس ما بيقدر يأخذ حليب لا ممنوع يأخذ حليب ومنوع يأخذ منتجات الحليب من أجبان وألبان ومنوع يأخذ الأطعمة اللي فيها حليب مثل الكيك بحطه فيه أحياناً حليب الكستر بحطه فيه أحياناً حليب والبيض نفس الإشي لأنه حتى هاي الكميات الصغيرة تدخل على الجسم وتحفز جهاز المناعة وتؤدي إلى أمراض الحساسية المختلفة طيب دكتور خلينا نيجي للنقطة الأهم في حوارنا اليوم وهو اختبار الحساسية الفريد من النوع اللي موجود لديكم في مستشفى الإمارات التخصصي اختبارات الحساسية نقسمها لقسمين القسم الأول هو فحوصات الدم والقسم الثاني هو فحص الحساسية عن طريق وخز الإبر وخز الجلد بالإبر اللي نعتمده بالعيادة هنا في المستشفى هو فحص الحساسية عن طريق الجلد عن طريق إخز دام الإبر وهو فحص جديد لا تجديه كثير منتشر في الإمارات نحن متفردين فيه كيف يتم تحديداً الفحص؟ الفحص تريدين أنتم كما يلي مثلاً نفحص عن طريق نفحص الحليب أول شيء نكشف المنطقة اللي هون مننظفها ومنجيب الإبرة هاي الصغيرة هاي الإبرة فيها البروتين المحسس للحليب منجيبها طبعاً من فرنسا من فاريس من معمل مشهور اسمه معمل ستالرجن وبس منعمل وخزة بسيطة على الجلد لفحص حساسية الحليب مكان الوخزة مباشرة إذا الطفل متحسس خلال عشر دقائق بصير فيه إحمرار وانتفاخ في هاي المنطقة ونعرف أن الطفل عنده حساسية للحليب نفس الإشي للمواد الأخرى من البيض والقمع وغيره من أي عمر ممكن تطبيق هذا الاختبار؟ ممكن تطبيقه من عمر شهر وهاي ميزته أنه يطبق على عمر بكير في حياة الطفل والميز الأخرى أنه غير مؤلم أنه نتائجه مضمونة ودقيقة أكثر من فحص الدم ومن ناحية مادية أرخص يعني فعلاً اختبار إن شاء الله أنه يكون مفيد لكثير من الأطفال وأهليهم اللي بيعانوا من هذا الموضوع لكن دكتور ناخد فكرة عن أبرز العلاجات اللي ممكن تشفي الأطفال من حساسية الطعام وهل أصلاً ممكن الشفاء من حساسية الطعام أم تستمر لفترات غير محدودة مع الأطفال؟ هاي بالعادة 90% من الأطفال على العمر ثلاث سنوات تختفي منهم الحساسية وهي يعني بشرة للأهالي المصابين فإحنا منعيد الفحص الحساسية تقريباً كل 6 شهور إلى سنين لذا تتأكد أن الحساسية اختفت وإذا اختفت الحساسية الطفل اللي ستطيع أن يأكل الحليب والبيض براحته في بعض أنواع الأغذية لا تختفي فيها الحساسية وأشهرها المكسرات نسبة 20% فقط من الأطفال اللي عندهم حساسية المكسرات تختفي عندهم الحساسية ونفس الإشي حساسية القمح وحساسية السمك ممكن أوضح لكم أكثر وأحكي لكم عن هاي الإبرة مما أنها عندنا هاي إبرة غير حقيقية يعني هاي دومنستريشن فقط لنورج الأهل كيف يستعملوا وهاي الإبرة عبارة عن إبرة تحتوي على مادة فعالة اسمها الأدرينالين هاي المادة تثبت ويعني بتوقف عملية الحساسية أو الصدمة الحساسية وتنقض حياة الأطفال فهاي الإبرة إذا الطفل دخل في الصدمة الحساسية وشابه حساسية شديدة منعلم الأهل كيف يستعملوا من جيمة للطرف الأزرق وهو السيفتي بن بمسك الطفل أو سطاع الطفل الكبير بقدر يعملها أو الأهل وبغزة المريض على الفخد من ناحية العلوية تسمع الكليك وتعد one two three بتكون مادة الأدرينالين دخلت بفخد الطفل وفي جسمه وأنقضت حياته وخلال هاي الفترة من نصح الأهل المباشرة يحكوا مع الأسعاف على أساس أنه يجع البيت ويأخذ الطفل إلى أقرب المستشفى فهي life saving تنقض حياة الطفل مجرد إبرة صغيرة يعني بتمنى أنه الأهالي يكونوا هيك استفادوا من كل هاي المعلومات ولكن في نقطة يعني هلأ لفتتني من خلال حوارك دكتور أنت قلت عن حساسية الأسماك لديها إحدى الصديقات لديها حساسية من الأسماك لكن عندما تأكل الشريمس أو الكالماري أو الأشياء الصدفية ليس لديها حساسية فهل حساسية الأسماك تختلف؟ حساسية اللحوم تختلف؟ المسبب للحساسية هو بروتين بروتين غدائي يميز كل أكلة بحد ذاتها فحتى الأسماك الحساسية من سمك التونة مختلف عن حساسية من سمك السالمون مختلف عن حساسية من سمك الكود حتى الشرمب أو القشريات اللي هي السيفود التحسس منها مختلف عن شرمب عن اللوبستر مختلف عن الكالماري كل واحد له بروتينه الخاص المحسس فيه فلما نحكي إنه عنده حساسية السيفود أو الأغذية ضد المأكولات البحرية لازم نحدد ونفحص لذا بتلاحظي هذا الفحص اللي عنا في عنا فحص للسالمون فحصل التونة فحصل الشرمب فكل غذاء بتميز ببروتينه المسبب للحساسية هل تختلف الحساسيات تبعاً للمنطقة والطبيعة الجغرافية للمكان يعني هل الحساسية الموجودة في منطقة الخليج عند الأطفال تختلف عن الحساسية في بلاد الشام أو في أوروبا أو أمريكا؟ لأنه لكل منطقة لها خصائصها اللي بتميزة عن المناطق الثانية أول إش العامل الجيني إحنا جيناتنا كعرب مختلفة عن جينات الأوروبيين المختلفة عن جينات شرق آسيا والهند البيئة نفسها مختلفة من ناحية التلوث من ناحية أنواع الطعام اللي بوكلوه في المناطق هذيك مختلفة عن الطعام اللي بيئتنا فمثلاً إحنا بنشتهر بمنطقة بلاد الشام بحساسية الزيتون هاي مش موجودة بأوروبا بالمنطقة الخليج بنشتهر بحساسية التمر بنشوفها وحساسية الوبر الإبل في كتير من الأطفال بتحسسوا من وبر الإبل وبيجوا بعطاس وزوكام وانسداد في الأمف صفير بالصدر وربو بيكون عند حساسية منه من وبر الإبل فكل منطقة إلها قصائصها وإلها صفاتها بتتحكم بنوعية الحساسية المسببة دكتور يعني في نهاية حوارنا بحب أسمع منك نصيحة للأهالي حتى نتوقع حدوث الحساسية عند الأطفال على المدى البعيد إنه أهم الأمور التي تساعد من تقليل إصابة الطفل بالحساسية أول إشي الرضاعة الطبيعية على الأم أن تعتمد على الرضاعة الطبيعية أقل إشي ستة شهر وإذا أكثر لحد سنتين أحسن وأحسن الشغلة الثانية إطعام الطفل الأغذية على العمر بكير بين الأربع شهور والست شهور سابقا كانوا الأهل يأخروا بعض الأطعمة خاصة البيض طعموا له بعد السنة وبيض البيض يأخروا عن صفار البيض المكسرات بعد الثلاث سنوات الأسماك بعد السنة هذا الحكي غير صحيح الآن وأثبت علميا أنه إعطاء الأطعمة هاي ما بين أربعة إلى ست شهور عند الأطفال تساعد الطفل على أن لا يتحسس منها فإعطاء الطفل سمك على عمر ستة شهور بتساعد الطفل أنه ما يصيب بالتحسس الأسماك فعلى الأم أنه تعطيه فراية تأفو يعني تشكيلة واسعة من الأغذية وما في ممنوع كل الأغذية ممكن تنعطى ضمن تحضير معين بساعد الطفل أنه يتقبلها وجهاز المناعي يتعرف عليها على عمر ركير يقلل من إصابة الحساسية شكرا جزيلا دكتور استفدنا جدا من حوارنا معك اليوم وأتمنى أنه السادة المشاهدين بإذن الله يكونوا استفادوا واللي عنده أي أسئلة إن شاء الله من خلال التواصل معك بتتم إفادتهم وإن شاء الله يكون العلاج على إيديك إن شاء الله شكرا شكرا على الزيارة الطيبة شكرا إليك أهلا وسهلا شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين وألقاكم قريبا في حلقة جديدة من برنامج بيتنا اشتركوا في القناة